بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء دايماً لما بنيجي نجلس من بين إيدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بينصحنا نصايح بتخلي حياتنا مختلفة تماماً وهو نصحنا إن إحنا نجلس مع الجليس الحسن ونصحنا إن إحنا لا نجلس مع الجليس السوء بس في الغالب في ناس ما تسمعش الكلام ده ولما ما بيسمعوش الكلام ده بيحصل لهم أثار وخيمة لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من خير إلا ودللتكم عليه وما من شر إلا ونهيتكم عنه في شر كده الناس مش واخدين بالهم منه وبيسرف حياتهم لغاية ما خلى حياتهم صعبة فيه جليس كده جليس من النوع السمي اللي بيسمم الحياة جليس كده يسري في حياة الناس والناس مش واخد بالها فيسمم حياتهم للدرجة دي هو جليس كده خبيس كده آه جليس خبيس إيه اللي جليس الخبيس ده؟ حاجة اسمها الخوف من الفوات اللي هو الخوف من فوات الفرص اللي هو بيسموه الفومو اللي هو الفير أوف ميسنج أوت وده موجود في حياة الناس كلها في ناس كتيرة بيعانوا من الخوف من الفوات أولادنا الشباب وكمان جيل زد عندهم الحكاية دي كتير قوي بس الغريبة كمان أن الناس الكبار كمان بقوا خايفين من الفوات في ناس كتيرة يعين بيعانوا من أن أولادهم يفوتوهم ويسبوهم فتفوت عليهم فرصة الأنس ويا سلام كمان لما الخوف من الفوات يبقى كمان في الدين فواحد يخاف من فوات فرصة العبادة إنه هو يبقى عابد ويا سلام للناس بقى اللي بيكلموه على فكرة الالتزام يخاف إنه هو ما يبقاش ملتزم وتفوت فكرة الالتزام ويظن إن ربنا غضان عليه لإنه فاتته فرصة العبادة علشان هو ما توفقش ليها ولا فاتته فرصة الدعاء فأقاتل الاستجابة فيشوف إنه خلاص أنا خلاص قاعد تعالوا كده أفكركم بالشعور ده هو قاعد فاته إنه ويدعي في وقت الإجابة فيحس إنه فاتته الفرصة فهو عايش بفكرة الفرصة الأخيرة وخلاص فاتت فرصته واللي خايف منه حصل إيه اللي خايف منه ما حصلش إنه ملحقش يدعي فهنا بيكون شايف إن عبادته هي اللي بتجلب عليه الخير مش كرم ربنا سبحانه وتعالى وصفته اللي هي صفة الكرم والجود هي اللي بتغير حياته لأ هو شايف إنه هو عايش بنفسه ومع أني العلماء كانوا يقولوننا انتبه أنت به أنت به سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله والله فعال لما يريد والله لطيف بعبادي فكل ده بيتنسي وعشان كده كتير بيجينا سؤال في رمضان واحد جاي يبكي وحزين أنا نمت في ليلة القدر وما صلتش ولا أرد قرآن هو كده ربنا غضبان علي طب هل كل ده أخدت سوابها ولا لا ولا هي ليلة القدر ضاعت مني خلاص وفي غير رمضان بيجينا سؤال هلالنوم عن صلاة الفجر علامة عن غضب ربنا علي وهينا بقى بنقول له تعالى بس نتكلم في أصل القصة أنت أسرت ولا ما أسرتش ما أسرتش وخلاص بلاش فكرة انتظار الفرص دي زي ما تكون هتيجي تخبط على الباب في ناس كتير بتنتظر الفرص وكأن الهداية هتيجي تخبط على الباب لا لازم السعي زي ما حظت النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث السفر اللهم أنت الصاحب في السفر فكل ما تسعى كل ما يأتيك مدد ربنا سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسأر الله عملك وما رسوله هو المؤمنون اللي بيسعى اللي حاصل ما بينضبش حظه إن الفرصة راحت منه لا اللي بيسعى بيبقى هدفه الأساس الإخلاص وإن تزيد همته وعشان كده احنا ما ندعوش حد ينتظر لأن الإنسان لما بينتظر والشخص المنتظر ده همته مطفية وإخلاصه في شك لأنه منتظر لأنه لو كان مخلص لا بادر بادر فقد فاتتك الغنائم وقاسموها وأنت نائم فلو رأيت الذين فازوا نحتك ما ناحت الحمائم قم لحبيب القلب لازم ولازم الباب يا معنى إن الشخص بقى دوة الشخص اللي هو الشخص الصادق هو من يلازم فلازم الباب واسعى إلى الله سبحانه وتعالى تاني حاجة الشخص اللي بيبقى منتظر ده إنه فاتح على نفسه أبواب جهنم فاتح على نفسه بواب باب القلق وبالشك هو منتظر أن تجي له فرصة وكمان فاتح على نفسه بوابت الهوان للأسف فاتح كل ده على نفسه كمان الشخص اللي قاعد منتظر تجي له فرصة الهداية مش شايف نعم ربنا سبحانه وتعالى اللي بين إيديه ومتصور أنه هو منتظر فقط النعم لذلك نحن دايما اكتبوا على قلوبكم كده نحن لا ننتظر ولكن ننظر احنا ما مننتظرش فتح ربنا ولكن ننظر إلى الله الفتاح فتفتح علينا كل الأبواب ويفتح علينا أبواب الكرم وذلك احنا ما مننتظرش طب احنا بقول كده ليه لأن احنا لو ما مننتظرش ده أعظم علاج ليه ده الخوف من فوات الفرص وعشان كده كل النجحين عارفين إن النجاحهم اللي هم فيه مش على قد تتعبوا وإن تعبوا ما وصلهمش لكل النجاح ده الزيادة دي جاية منين جاية من عند ربنا وزيك الناس عارفين الرزقهم الكتير دوت من عند ربنا فيه ناس بقى كتير أرزاقة تأثرت في ظروف كورونا والظروف كمان الحالة العالمية اللي احنا عيشينها لكن فيه ناس تانية برضو كتير ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم أبواب في أزمة كورونا وفغرة وده أحد تجليات حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكلي رزقكم كما يرزقوا الطير ولذلك إلا حاصر وربنا في القرآن علمنا إننا ما نبكيش على اللي فات وما نبكيش على اللبن المسكوب لكي لا تأسوا على ما فاتكوا محدش يفضل يبكي وكمان ربنا سبحانه وتعالى قال وهو بيوصف المنتظرين على على طول كأنهم لازئين في الأرض مش عارفين يتحرروا من أوهمهم ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض يعني إيه تحس إنه هو تقيل تحس إنه هو وكأنه خايف إن الفرصة اللي هو فيها دي ويقولك إيه وجع تعرفه أحسن من وجع ما تعرفوش وأذا تعرفو أحسن من أذا ما تعرفوش وكأنه خلاص سلم إن ربنا بطل يبقى لطيف بعبادي أعوذ بالله ودي حكوته في الانتظار في حين ربنا سبحانه وتعالى وصف عباده مؤمنين ووصف بعض عباده اللي هم من أهل الخير وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله مش قاعدين مش منتظرين بيتحركوا ويا ما شفنا الحكاية دي ناس كتيرة قالت الظروف ومش الظروف ووقفت وقالت خلاص الأبواب اتقفلت وقعدوا فضعت حياته وناس مشوا اكتهدوا وصاروا في الطريق وما انتظروش فربنا فتح عليهم الأبواب وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بلاش ننتظار إلا هيوصلك لعجز فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز يبقى لازم نأكد ان السماء فيها الرزق والله سبحانه وتعالى يقول وفي السماء الرزقكم وما توعدون وعشان كده مفيش مبرر لعدم السعي وعدم الأخذ بالأسباب وإحنا علينا ان احنا نخص بالأسباب ونبذر الحب ونقول يا رب والنتيجة بإيد الله سبحانه وتعالى وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بيكلم عن الناس فمن قضيت له بحق مسلم فإنما قطعت له قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها وكأن قطعة النار دي مش موجودة في الآخرة بس دي كمان في الدنيا إنك تكون بتحرق نفسك وبتحرق اللي فيك إن أنت منتظر فرصة ما تنتظرش فرصة من ذلك تعالوا نفكر مع بعض زي نتخلص من هذا الوباء وباء انتظار الفرص ده ووباء خوف وفوات الفرص الاثنين هم الاثنين أسوأ من بعض لكن الاتزان هو إيه السعي والنظر إلى فضل الله هو ده الاتزان السعي مع النظر لكن إيه السيء بقى الانتظار أو إيه أو الانهيار إنك تنهار أو إنك تنتظر لا تفعل ده ولا ده عليك إن انت تسعى ولذلك الكلام اللي قالوه أهلنا وناسنا كان كلام حلو قوي إنه وهم بيتكلموا عن خطاب الله لقلوبنا اسعي يا عبد وانا اسعى معاك يعني إيه هم قصدين إيه اسعي يا عبد وأنا أدبر لك أمرك هم مش قصدون من ربنا يسعي يعني ربنا بيتحرك أبدا هم بيقولوا إن ربنا بيدبر لنا أمورنا يعني كلما سعيت كلما انكشفت عن قلبك الحجب فرأيت تدبير الله لك اسعى فإن الرزق في الطريق اللهم أنت الصاحب في السفر الرزق في الطريق والسعادة في الطريق والنعم في الطريق ما تخافش ولزيك أول إجراء أنت لازم تستبصر تستبصر في نعم الله اللي عندك لازم كل يوم يبقى عندك من عشر دايل لنص ساعة تفكر في نعم ربنا اللي عندك اللي بدونها ما كنتش تقدر تعيش ولا تقدر تتحرك والله سبحانه وتعليه يقول وإنت عدوا نعمة الله لا تحصوها يبقى أنت اللي حاصل هنا نفهم حاجة مهمة قوي أن ربنا ما طلبش مش أنه بيمنعنا من أن احنا نعد نعم ربنا لأ احنا نعد نعم ربنا عشان نغرأ فيها يعني إيه يبقى أنا أنظر في نعم الله سبحانه وتعالى وده وتجزء من مفهوم قولي تعالى بل الإنسان وعلى نفسه بصير بص في نعم ربنا عليك يا شخص ياللي أنت خايف من فوات الفرص شوف ربنا كان من رزقك من نعم من غير حول منك ولا قوة فأنت خايف على إيه خايف على إيه وإنت رزقك مضمون وفي السماء رزقكم وما تعدون خايف من إيه خايف من إيه والله سبحانه وتعالى قال فالله خير حافظه وهو أرحم الراحمين خايف من إيه وربنا إيه لك الله لطيف بعباد خايف من إيه واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك خايف من إيه وربنا على لسان حضرة النبي بيقولك لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها طب رزقها وأجلها اللي منك تبهوله الكريم فأنت خايف من إيه دائما أقول لأحبابي كده لو أنت خايف من فوات الفرص والله لو كل الفرص اللي ربنا خلقها فاتت ربنا يخلق لك فرص تاني لأنه كريم متخافش مفيش حالة تفوت مفيش حالة تفوتك واعلم أن الذي أصابك ما كان ليخطئك والذي أخطأك ما كان ليصيبك مش هتعمل خلست وعلى فكرة جفت الأقلام وطويت الصحف ولذلك إلا حاصل كل اللي أنت تعمله أن أنت تاخد من مدد الله الذي غمرك به اللي هي النعم التي لا تعد ولا تحصى نور وبركة تبص بها في حياتك ولذلك أنظر واستبصر في داخلك ولذلك لازم تعمل ده لازم يبقى عندك من عشر دايق لنص ساعة كل يوم تبص في النعم اللي عندك خلي ده يا سيدي إيه خلي دي تفتح باب إيه باب النور على بصرتك وتقول لنفسك كده يعني بعد من تعمل النص ساعة ديه العشر دايق والنص ساعة تقولتي كده يا كريم يا ودود ما كنت لتنعم علي بكل هذه النعم وتعلقني بنعمك وتعلقني بفضلك ثم تمنعني حسن ما عندك لسوء ما عنده فوعزتك وجلالك وكرمك إني لا أحسن الظن فيك بأنك لن تقطع عني مددك وأنك لن تمنع عني ساعدك فأسعدني يا كريم قول كده قول كده وانت بتتأمن نعم ربنا عليك حاجة تانية المهمة كمان ان انت يحصل لك استحضار يبقى هنا كان ايه استبصار وبعدين يحصل لك استحضار لازم تحس انك ملهم وممدود من الله وتحس ان عندك عطايا كثيرة كل انه مده هؤلائي وهؤلائي من عطائي ربك لازم تحس بدا تستحضر ان انت محل نظر الله فإذا نفسك قالتلك انت ما عندكش هم والفرص هتفوتك لان انت ما عندكش هم قول يا كريم اكرم عبد الكريم يا ودود تودد لعبد الودود يا لطيف تلطف لعبد اللطيف يا سميع ارزق عبد السميع يا كريم ابصد واكرم عبد الكريم يا باصد ابصد لعبد الباصد واجعل نفسك تغرق في تجلياتي واسماء الله سبحانه وتعالى لحسن عشان كده واسع واسع قلبك بحسن الظن في الله رابع حاجة او تالت حاجة لازم انت تعملها لازم تتوسع في مسألة ماذا في مسألة ان انت متفوتش عليك فرصة والله لو ساعدت الناس ان هي تخرج من خوف فوات الفرص هتلاقي انت شيئا فشيئا بتشوف ان ربنا سبحانه وتعالى اتدخر لك كنوزه وفضله يبقى انت عمل ايه ساعد الناس اخدم الناس اجعل كل يوم من ايامك تخدم الناس سلاس خدمات خدمة في البيت لأهلك وناسك وأولادك وأحبابك وخدمة في العمل لحد خايف لا يتجاز او يتعاقب فساعده وخدمة كمان في الطريق او خدمة لصديق لما تتعود ان انت تعمل ده هتحس ان ما فيش فرص بتفوت ده انت نفس رزقك اللي جايلك جايلك وانت خدمت الناس ما تعطلتش عنه وما فيش حاجة فاتتك الأمر التاني والمهم اجعلك على الدوام ابتسم ابتسم بغير سبب ابتسم عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الابتسامة مغسلة لقلبك وكل ما تبتسم كل ما تحس ان ربنا سبحانه وتعالى ينظر اليك ويتلطف فيك وهكرمك يا رب يا كريم اجعلنا على الدواب في امنك يا رب العالمين واجعلنا في رضاك واجعلنا يا ربنا على يقين بان رزق الكريم لا يقال له قليل وان رزق الكريم يكفي عبد الكريم وان بسط ما بسطه الباصط يجعل هذا العبد من اكثر الناس بسطا وفتحا وكرما يا فتاح اجعلنا دوما نعيش في سعتك وكرمك يا واسع يا كريم يا ودود يا رب العالمين ادخلنا في امنك من كل خوف واجعلنا يا ربنا في رضاك بعد الفاصل نلتخي بحضراتكم عشان نجيب على اسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل يعني لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليه عليه على اسئلتكم المباركة وتفضل جسر من نور يفتح لنا مجالس من نور في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ونفضل دايما متصلين ببركة مولانا سبحانه وتعالى اللي فتح لنا هذا الباب وهو باب مجالس النور تعالوا نشوف اول سؤال عندنا وصلنا بيقول ايه اول سؤال بيقول انا غلطت وانا سني 14 سنة وخلفت وتجوزت اللي خلفت منه هي بتقول طبعا بس انا تعبانة نفسيا وقال بيوجعني ومش متقبلة طفل في حياتي لا احاول ولا قوة الا بالله وبفكر اقتله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان ارتاح خصوصا جوزي مش هم سمعتي انا واولادي انا واهلي وبيعرف الناس كلها وكمان بيفرق في المعاملة بينه وبين ولادنا اللي بشرع الله انا فكرة اني اموته دي انا فكرة ان انا ان انا اموته مسيطرة علي قوي ومش عارفة اعمل ايه وخايفة من عذاب ربنا طبعا اتق الله الله سبحانه وتعالى جعل ان من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ايه هتعمل كده وبعدين ده من ابشع الاشياء ان انت تقتل ابنك ده ابنك وابنه كونه هو بيعمل كده فهو ده من الاضطراب وهو النفسي يعني لو كان حد محتاج ان هو يتعالج نفسيا فوجوزك لانه هو عايز يتخلص من ابنه وبيعمله على انه هو شخص مرفوض وكمان مش مكتفب ده كمان بيحكي للناس والعياذ بالله ده من اخبس الناس ودي من اعظم الكبار انه يفضح الناس على الملأ ويفضح مين يفضح عرضه يفضح مراته وكمان يكسر ابنه وكمان يضمره الرجل ده جمع ثلاثة ثلاثة آسام من اعظم الآسام عند الله من اعظم الكبار انه هو بيضيع من يعول وانه بيفشي ما كان بينه وبين اهل بيته الامر التالت انه هو كمان بيضيع ما اودعه الله سبحانه تعالى عنده من امانة فيا سادة يا سيد اتقل الله سبحانه تعالى فيك وفي نفسك وفي اولادك واعلم على فكرة انا عايز اقول لك حاجة لو ان حصل وهي عملت اي حاجة في ابنها او في نفسها انت مشاركم في الاسم وانتي ليس هناك اي مبرر كل الكلام اللي انت بتقوليه ده كلام فاضي كل الكلام اللي انت قلت له ده كلام فاضي على فكرة لو كان حد يستحق العقاب فانت ووزك مش ابنك ده ابنك ده طاهر شريف عفيف لو حد فعلا عمل غلط فانتو انتو اللي ازنبتو اه صحيح انت اخطاتي وانت عندك 14 سنة وربنا تابع عليكي ما تجيش تلوثي نفسك وتقبلي هذه الوصمة لما هو يتكلم امنعي من ده وخليه هو بشكل واضح هو اللي يشيل هذا الاسم وانكري ده ولا يجوز انه يتعدى على عرضك وما تسمح لهوش بده ودفع عن ابنك بكل ما لديك من قوة وهو اتقر بالكلام الفارغ اللي هو بيقوله ده لان انت لو اقريتي انت بتضيعي مسابة لابنك وقولي له ان الكلام ده لا يرضى به الله سبحانه وتعالى وان انت كده بتقذف وقذفك لحد ده يستوجب عقابك فاتق الله في نفسك وان انت لو عملت ده هيتجدد عليك الاسم في كل مرة بتذكر الكلام ده واتق الله سبحانه وتعالى في اعراض الناس ولذلك هو آسم ومرتكب لكبائر فما تكونيش انت عاونة له طب بتسأليني اعمل ايه اجعلي حنانك يزيد على هذا الولد لانه ما كانش دي زنب انتو اللي محتاجين تعتذروله انتو اللي اخطأتو في حقه وما كانش دي زنب انه هو ييجي بهذا الطريقة انتو اللي عملته كده وهلا تزير وزيرة وزيرة اخرى هذا شخص طاهر اذا كان حد محتاج يتقدب فانتو لاتنين انت وجوزك مش ده ده طاهر شريف وابدا ابدا ما تلوث ولا تنجس هذا الشخص عذا الولد طاهر شريف والفكرة اللي بتجيلك والوسواس اللي بيجيلك ان هو ده مدنس ابدا هو منه الزنب هو كريم وكريم على الله سبحانه وتعالى واذاك انت اللي عايزة تتقل الله سبحانه وتعالى كل ما تجيلك الفكرة دي روحي احسني اليه كل ما تجيلك الفكرة دي روحي طبطب عليه كل ما تجيلك الفكرة دي حس بانه نعمة ربنا انا عمبيع عليك انا عمبيع عليك ليه عشان تفضلي حياتك كلها فكرة ان ربنا سبحانه وتعالى حفظك واللي هو بيعمله ده الله سبحانه وتعالى يحاسبه حسابا عسيرا الامر اللي بعد كده انت في سؤالك بتقولولي بتقولولي ان فيه سيطرة علي فكرة ان انا موت انا خايفين ان كمان فكرة ان الانتحار تجيلك فانت ايه وقت تنفيزي ده ايه وقت قربي من حياة ابنك او حياةك انت الاتنين مصايب الاتنين كبائر احسني لنفسك وانت انسانة طهرة عفيفة واحسني لابنك عشان هو شريف واي حد يهز ثقاتكم في ان انتو ربنا تقبلكم وان ربنا بيكرمكم وبيرزقكم ما تقبليش ده يا بنتي عايزة تعملي ايه ولا تلتفت اليه الشخص اللي هو زوجك ده مش هو حياة الحياة حياة مع ربنا الكريم اللي بيرزقك انت عايشة بمادة ربنا مش عايشة بكلامه عنك ولا كلام الناس عنك انت شريفة عفيفة وابنك طاهر ما مسووش اي ده ناس عيشي كده واحسني اليه وحفظي على حياتك عشان ده ابنك ومحتاج لحنانك ومحتاج لرعايتك فاتق الله سبحانه وتعالى وما تنستيش الى هذا السوق ويريد زوجك يكون سمعني انه هو لو استمر على ده ربنا ينزع منه البركة ويخلي في حياته ما يسعدش ابدا عشان هو بيتعدى على طفل الله سبحانه وتعالى جعله مكرما وجعله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكأن حضرة النبي بيكلمك ماذا افعل اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك فاتق الله السؤال اللي بعد كده بيقول انا بقنب ضميري لاني زعلت ابي وامي في اخر ايامهم اعمل ايه علشان ربنا يسمحني حاجة مهمة او اقول ان انت تبعتلهم الهدايا لما حد بيزعل بنزعله بنعمل له بنبعت له الهدايا الهدايا واضح اذا مات ابن ادم انقطع عملوه الا من ثلاث صادقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فنعمل بقى الثلاثة دول ايه اللي حاصل نتعلم وكل اللي نتعلمه نهب مثل ثواب مجالس العلم لابي وامي حتى لو بنسمع حاجة حتى لو بنشاهد حاجة حتى لو بنتعلم اي حاجة حاجة تانية نتصدق ونهب ثوابها لابي وامي حاجة تالتة ندعي لهم كتير ندعي لابي وام تدعي لابوك وامك كتير لان كل ما تدعي لهم كتير كل ما هم قلوبهم تصفى وكل ما هم يسعدوا تخيالي كده لما تجي لهم يفتح لهم باب من رؤية عظيم فضل الله ولو يبسط لهم من بوسط الجنة ايه يا يسألهم ملاكة ايه ده جاي منين جاي من بنتك فلانة او جاي من ابنك فلان اللي اللي حاصل جاي من ابنك من بنتك فلان اللي اللي حاصل ده دعوه لك وده دعت لك وتصدقت وتعلمت ووهبتك كل هذا الخير فإيه اللي حاصل فتسعد وتتهنى وكل اللي كان فيها من قلم وواجع وضيق يزول فإذا كنت حضرية بتسألي تعملي ايه اعملي التلات حاجات دول وربنا سبحانه وتعالى يكرم ويفتح مش قادر تعلمي يكوني سبب في تعليم حد إيه اللي حاصل إيه اللي بتفعي مصارف تعليم حد مش قادر يتعلم وإيه اللي حاصل كمان تصدق على حد في أزمة طب إيه اللي حاصل ادعي وادعي كتير قوي قوي ادعي لهم في كل سجدة من سجدات صلاتك ودي شيء مجرب عايزة ضميرك يتوقف عن التقنيب على الأقل استمر على الدعاء ليهم مش معنا كده أن انت هتنقطعي لكن واصبي في كل سجدة من سجدات صلاتك أن انت تدعي لهم لمدة ثلاثة أشهر صدرك هاي طيب وضميرك هايقل تقنيبه يبقى إيه اللي حاصل تعمل الكلام ده وكل ما تعمل الكلام ده إيه اللي يحصل صدرك يمتلق نور أن انت كمان في وصل بينك وبينه وإيه اللي حاصل وربنا جعلك سبب من أسباب الفتح والبركة والنور والمدد واللطف والعطف عليهم إن شاء الله في حياتهم البرزخية ويكون إن شاء الله ما يصل إليهم من فتح ونعيم الجنة انت سببه إن شاء الله السؤال اللي بعد كده يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كنت حب أسأل سؤال هو الغنى حرام ولا لا الغنى يا سيدي إذا كان مقصود بي الكلام أو كان مقصود بالموسيقى فكلاهما حلال إذا كان ده بيعمل إيه إذا كان ده لا يستمل على أي نوع من أنواع الدعوة إلى ما حرم الله يعني إيه الكلمات طيبة كلمات فيه كلمات كتيرة في أغاني كتيرة بتفتح أبواب الإقبال على الله زي دعاني لبيته لحد ببيه بيته ولما تجلالي بالدمع ناجته يعني طوعني يا عبدي طوعني أنا وحدي كلام يفتح القلب الإقبال على الله سبحانه وتعالى وكلام فيه نصايح وحكم وكمان كلام فيه كتير جدا 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 من القيم ده لا يمكن يكون حرام وبالمناسبة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ملأ حديث كثيرة منها حديث أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم عيد وكانت بين يديه ومتكئ كان بين يديه جاريتان تغنيان وكده الحديث موجود فدخل سيدنا أبو بكر فإن اللي حاصل فأنكر عليه فقال دعهما يا أبا بكر فإن فإن اليوم عيد يعني إل اللي حاصل سيبهم يغنوا ومرة السيد السيد بتغني أمام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن اللي حاصل لغاية ما وصلت قالت وعندنا نبي يعلم ما في غدي قال لا امسكي يا امرأة واخودي فيما كنت تخوضين فيه يعني بلاش الكلام اللي فيه ايه اللي فيه مخالفة للقيم والأخلاق والعقائد فما تقوليش الكلام ده لكن إيه اللي حاصل قولي الكلام اللي انت كنت بتقوليه من الكلام عن حياة الناس وما يجري فيها وكلام عن الأخلاق وعن القيم اعملي كده وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم طلب من السيدة عائشة ان هما في فرح الأنصار ان هما يغنوا ليدخال السرور علىها على الأنصار لان هما بيحبوا هذا الكلام الحسن إذن ليس هناك شيء وحتى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس ان هما في الجواز يعلنوا الجواز كمان بالضرب على الدف أما لإيه الحكاية الحكاية في الحقيقة ان فيه ناس فهموا بعض النصوص فهم غير صحيح زي حديث سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعاسف طبعا كل واحدة من دي كان الناس بتستحلها أمال هو إيه موكان دات الناس بيلبسوا الحرير والناس كانوا بيرتكبوا الزنة والعزو بالله قبل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والناس كمان كانوا بيعزفوا يعني الكلام في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مش قاصد يبين ان كل واحدة فيه ما يجي حد يستحلها لكن وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتكلم على الأشياء دي مجتمعة وكأنه بيتكلم على حفلات المجون والحفلات التي فيها والعزو بالله اسم ومعصية فيبين ان ده يختلط بده فيختلط للحلال بالحرام وتكون هي دي المجالس البشعة السيئة الخبيثة طيب وعليه فإيه وعليه بشكل واضح وبشكل يسير وبشكل مش محتاج أدنى مغاربة ان الغنى والموسيقى هذا كلام وهذا صوت حسنهما حسن وقبيحهما قبيح هي بقى الأصل فيهم ايه؟ الأصل فيهم الإباح وعشان نحرم نحرم لمعنى زائد عليهم طيب السؤال اللي بعد كده بيقول معايا شهادات في البنك النصاب كام على شان أدفع زكاة المال حسب الشهادات دي لو كنت انت بتصرف من الريع اللي فيها على معاشتك وما عندك حاجة تانية غير ده هتدفع 10% من الريع لكن لو كان عندك فلوس تانية هتطلع 2.5% على المبلغ والريع هتدفع العشرة في المئة إمتى من الريع؟ لو كنت بتصرف منها أول ما يجيرك الريع سواء كل شهر أو كل 3 شهر أو كل 6 شهر أو كل سنة أول ما يجيلك الفلوس بتطلع 10% من الريع يا سادة احنا النهاردة تكلمنا على جليس احنا عايزين ننتهر قلوبنا منه اللي هو الخوف من فوات الفرص ننتهره ازاي بالسكون والطمأنينة وحسن الظن في الله واستحضرنا عن مولانا والرضى عن السيد الكريم سبحانه وتعالى والاطمأنان بأنه سبحانه وتعالى يكفينا وهو سبحانه وتعالى يداوي قلوبنا من أوجاعنا وأنه لن يكون هناك فرصة أخيرة لأن الكبير لا يجعل فرصة أخيرة ولكن يبسط الرزق لعبادي يا رب اجعلنا دايما من أهل اليقين في نعمتك وفي كرمك وفي فضلك وما تحرمناش يا مولانا أبدا ان احنا نتعلق برحمتك وتخلينا دايما يا رب عارفين ان كل يوم بيجي ويا شنطة فرح شنطة هدايا وحنان تداول لتجرح يمسح بنوره في قلوب المحتاجين تطرح منح الصبح يا صاحبي مش مورد نور الصبح باب جديد للحياة وتفتح يا رب افتح لنا مع كل صبح أمل جديد يزهب الخوف ويفتح باب الأمل ويفتح باب الرجاء فيك يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اشتركوا في القناة